بالانتقال الى ملفات نشرتنا فقد اكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالح ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية لتوفير الظروف المناسبة للخروج من الازمة الراهنة والتحرك في مسار الحوار السياسي السوري السوري وخلال لقاه امير قطر الجديد تميم بن حمد الثاني في الدوحة شرح صالح السياسة المبدئية لايران بشأن سوريا واهمية ارساء الامن والاستقرار في منطقة الخليج مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين بلدان المنطقة واكد صالح ضرورة اضاح الرؤى الاسلامية الاصيلة في احترام جميع المسلمين من مختلف المذاهب والطوائف من قبل علماء العالم الاسلامي مغية الحلولة دون الفتنة الطائفية والمذهبية من جهته وصف امير قطر ايران بانها دولة مؤثرة في معادلات المنطقة مؤكدا اهمية الاستفادة من طاقاتها لحل وتسوية المشاكل الاقليمية وضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين